السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الأول الإعدادي معكم أستاذة سالي نابين مدرسة مادة العلوم بمدارس بدر طيجرز الخاصة النهاردة ياولاد هنبدأ مراجعة عن الوحدة الأولى وهي المادة وتركيبها لما نيجي نتكلم ياولاد عن الدرس الأول وهو المادة وخواصها طيب إحنا كنا قلنا أن المادة ياولاد هي كل ما له كتلة وحجم أما خواص المادة طبعا إحنا خدنا خواص فيزيائية للمادة وخواص كيميائية خواص المادة وهي أول حاجة أخدناها ياولاد وهي اللون والطعم والرائحة والكسافة ودرجة الحرارة ودرجة الغليان والصلابة والتوصيل القهربي والتوصيل الحراري واتكلمنا عن النشاط الكيميائي وهي من ضمن الخواص الكيميائية للمادة طيب تعالوا معايا كده ياولاد نبدأ السؤال الأول وبيقولك أكمل العبارات الآتية رقم واحد وحدة قياس الحجوم هي سنتيمتر مكعب أما وحدة قياس الكتلة أيوة تمام هي الجرام أما وحدة قياس الكسافة وهي الجرام على سنتيمتر مكعب طيب ليه يا ميس الكسافة هي جرام على سنتيمتر مكعب هنقول لأن الكسافة تساوي الكتلة على الكتلة على الحجم إذن الكتلة بإيه وحدتها إيه هي الجرام أما الحجم سنتيمتر مكعب إذن كسافة تساوي الجرام على سنتيمتر مكعب رقم اتنين من المواد التي درجة انصهارها مرتفعة هي إيه هي المعادن وملح الطعام طبعا في مواد يا أولاد بتحتاج درجة كبيرة جدا عشان تنصهر تنصهر يعني إيه يعني تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهي إيه مثل إيه مثل المعادن وملح الطعام أما من المواد التي درجة انصهارها منخفضة يعني بتتحول من المادة صلبة إلى مادة سائلة بسهولة وهي الشمع والسلج والزبد الحال الزبد بيسيح بسرعة بياخد وقت قليل تمام في درجة انصهار وملخفضة والشمع أيضا والسلج رقم ثلاثة تستخدم سبيكة نقط في صناعة الحلية سبيكة ايه يا أولاد اللي بتستخدم في صناعة الحلية هي الزهب والنحاس في حين تستخدم سبيكة نقط في صناعة ملفات التسخين سبيكة تمام النياكل كروم وسبيكة نقط في صناعة أواني الطهي سبيكة ايه سبيكة الصلبة الذي ايه الذي لا يصدق طيب لما نيجي نبص على السؤال الثاني يا أولاد وهو اكتب المصطلح العلمي أول سؤال يا أولاد بيقولك كتلة وحدة الحجوم من المادة أنا سمعك بتجاوبهو تمام هو الكسافة رقم اتنين درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهي درجة ايه الانصهار درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وهي درجة الغليان طيب نحن نبص على السؤال الثالث ويقول لك علل لما يأتي رقم واحد سؤال ده خاص بالكسافة يا ولاد احنا تكلمنا عن الكسافة بالتفصيل ومنقول رقم واحد تطفو قطعة من الخشب فوق سطح الماء في حين تغوص قطعة من الرصاص فيه هنقول لأن كسافة الخشب أقل من كسافة الماء لذلك يطفو الخشب فوق سطح الماء أما كسافة الرصاص أكبر من كسافة الماء لذلك يغوص الرصاص في القاع تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس وتغطى بطبقة من البلاستيك وسؤال برضو بنفس النمط يصنع ملف مفك الكهرباء من الحديد بينما يصنع مقبضه من البلاستيك هنقول يا ولاد لأن النحاس أو الحديد سواء النحاس أو الحديد من المواد جيدة للتوصيل للكهرباء عشان كده يا ولاد أسلاك الكهرباء تصنع من النحاس أما الحديد من المواد جيدة للتوصيل للكهرباء أيضا ولذلك النحاس والحديد من المواد جيدة للتوصيل للكهرباء ويصنع من الحديد مفك الكهرباء بينما البلاستيك من المواد رضيقة للتوصيل للكهرباء ولذلك نصنع منه مقابض البلاستيك أو تغطى الأسلاك الكهربية بطبقة من البلاستيك رقم ثلاثة تطلق أعمدة الإنارة بالبوية وتغطى قطع غيار السيارات بالشحم طيب ليه يا ولاد بندهن أعمدة الإنارة بالبوية لحمايتها من الصدق والتآكل طيب عشان نحميها من الصدق والتآكل عشان ما تصديش لأنها مصنوعة من الحديد وأيضا وتغطى قطع غيار السيارات بالشحم حتى تمنعها من الصدق والتآكل طيب لما نجي نتكلم عن مسألة كده يا ولاد عن الكسافة مسألة بسيطة وصغيرة بيقول لك رقم واحد احسب كسافة معدن كتلته 25 جرام وحجمه 10 سنتيمتر مكعب هنقول الكسافة بيساوي طبعا القانون بتاعنا كلنا حفظينه يساوي الكتلة على الحجم إذن تساوي 25 على 10 تساوي 2.5 من 10 ايه؟ أهم حاجة الوحدة يا ولاد تكتبوها 2.5 جرام على سنتيمتر ايه؟ مكعب طيب لما نيجي بقى نوجه أسئلة يا ولاد للدرس الثاني وهو تركيب المادة احنا قلنا يا ولاد أن الوحدة البنائية لأي مادة وهو ايه؟ وهو الجزيء ما هو الجزيء؟ الجزيء أيوانا سمعك بتقوله الجزيء هو أصغر جزء من المادة ويمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة طيب لما نيجي يا ولاد نتكلم عن أول سؤال بيقولك أكبر أكمل العبارات الآتية رقم واحد المسافة البينية بين جزيئات المادة الصلبة طبعا المسافة البينية يا ولاد بتبقى صغيرة جدا في المادة الصلبة طيب وقوة التماسك بتبقى العكس قوة التماسك بتكون كبيرة بينما المسافات البينية بين جزيئات المادة الغازية تكون كبيرة جدا وقوة التماسك تكون منعدمة بينها رقم اتنين تتكون المادة طبعا عارفيني أن أي مادة تتكون من إيه أقل منها وهو الجزيئ الوحدة البنائية الجزيئات يا ولاد تتكون من إيه تمام من ذرات طيب السؤال الثاني أكتب المصطلح العلمي رقم واحد أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة تتعرف إيه أولاد الجزيئ رقم اتنين الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة ما هي الفراغات دي تسمى بإيه تمام المسافات البينية أو الجزيئية رقم ثلاثة القوة التي تربط بين جزيئات المادة الواحدة القوة دي أولاد بسميها إيه قوة التماسك برافو طيب السؤال الثالث بيقول لك علل إيه حجم مخلوط الكحول والماء أقل من مجموع حجمي هما قبل الخلط إحنا قلنا يا أولاد ليه لأن جزيئات الكحول تنتشر في المسافات البينية بين جزيئات الماء طيب فيه سؤال يواجب كده يا أولاد عايزين نحلو مع بعض عشان إيه عشان نبقى إحنا كلاس كده ذكرنا الدرس الأول والدرس الثاني من الوحدة الأولى السؤال الأول بيقول رقم واحد قارن بين خواص المادة في حالاتها الثلاث طبعا هنتكلم في الحالة الصلبة والسائلة والغازية وهنتكلم أول حاجة في وجه المقارنة عن حركة الجزيئات تاني حاجة يا أولاد المسافات البينية رقم ثلاثة قوة ترابط بين الجزيئات هنعمل مقارنة ما بين الأوجه المقارنة السلاسة اللي أنا قلتها رقم اتنين طبعا هنقارن ما بين العنصر والمركب من حيث التعريف تمام رقم ثلاثة ما المقصود بكل من الإنصهار والتصعيد وهنقول يا أولاد تعريف ده وتعريف ده رقم أربعة احسب كسافة قطعة من الحديد كتلتها 78 جرام وحجمها 10 سنتيمتر مكعب طبعا كلنا عارفين قانون الكسافة هنحلها وما ننساش في الآخر ايه تمام مش هننسى الوحدة النهائية تمام أتمنى أن تكونوا يا أولاد فهمتوا رجعتوا معي على الدرس الأول والتاني وياريت نحل الواجب واللي عنده أي سؤال يبعتلي على الخاص ويسألني وكمان الواجب لما يتحل تبعته لي على الخاص وأنا هراجع معاك إن شاء الله شكرا